موسيقى قالت مصادر اعلامية امريكية اليوم الاثنين ان السلطة القضائية في ايران افرجت عن نحو 70 الف سجين بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد وقال ابراهيم اسماعيلي رئيس السلطة القضائية بايران لموقع ميزان الاخباري التابع للسلطة القضائية الافراج عن السجناء سيستمر ما دام لا يمثل خطرا على الامن في المجتمع حسب ما كشفت وكالة رويترز ولم يحدد اسماعيلي ما اذا كان سيتم اعادة هؤلاء السجناء الى السجن في وقت لاحق ام لا واعلنت السلطات يوم التلتاء الماضي على لسان متحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي الافراج بشكل مؤقت عن اكتر من 54 الف سجين واوضح اسماعيلي الاسبوع الماضي ان السماح لالاف السجناء بالافراج المؤقت جاء بعد التأكد من عذب اصابتهم بالفيروس مع قيام السجناء بدفع كفالة وفق ما نقل موقع هيئة الاداعة البريطانية وقال ان السجناء الذين ترتبط جرائهم باعتبارات امنية وتتجاوز مدة عقوبتهم اكتر من خمس سنوات لن يشملهم القرار اشتركوا في القناة